وفي نفس السياق أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن الانتهاء من إعداد منصة رقمية ستكون متاحة ابتداء من ثاني دجمبر المقبل للمستوفين لشرط عتبة الاستفادة قصد التسجيل للحصول على مبلغ الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من نهاية الشهر نفسها وقال أخنوش في مستهل مجلس الحكومة تم الانتهاء من إعداد منصة رقمية ستكون متاحة للمواطنين بحيث يمكن ابتداء من ثاني دجمبر لغاربين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة التسجيل في هذه المنصة من أجل الحصول على مبلغ الدعم ابتداء من نهاية الشهر دجمبر سيدات أستاذ الوزراء بعد أقل من شهرين على خطاب جلالة الملك نصار الله الذي دعا من خلاله إلى توسيع برنامج الدعم الاجتماعي ليشمل فئات جديدة ها نحن اليوم بصدر استكمال الترسان القانوني المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي من خلال التداول بخصوص مجموعة من المراسم المتعلقة بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر وبتحديد عتبة الاستفادة من هذا الدعم وبتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في إطار حرصنا على تنزيل الرؤية الملكية السديدة المتعلقة برشي الدولة الاجتماعية بالموازات مع الجانب التشرعي عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والميزانياتي لهذا البرنامج الذي يعتبر تشزيدا لمضامن البرنامج الحكومي بحيث يتواصل عمل مختلف القطاعات الحكومية المعنية لتنزيل مختلف التدابير والإجراءات الكافية بإنجاحات الوشد التاريخي وصرف التعويضات المالية المباشرة للمراطنين المستوفين لشروط الاستفادة قبل نهاية السنة الجارية في احترام التام للأجندة التي حددها جلالة الملك حفظه الله وفي هذه السادات كيصرني أن أخبركم أنه تم الانتهاء من إعداد منصة القمية ستكون متاحة للمراطنين بحيث يمكن ابتداء من جوش ديسمبر لراغبين لراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة التجيل في هذه المنصة من أجل الحصول على مبرغي الدعم ابتداء من نهاية دجمبر وفي الأخير أدعو مختلف القطاعات الحكومية إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة والتنصيق المضبوط من أجل تنزيل السليم والسلس لهذا الواشي الملكي التاريخي الذي يعزز بنا مغرب تقدم كما يريده جلالة الملك ترجمة نانسي قنقر